ترجمة نانسي قنقر ومستقبل الوطن وشدد سموه على أن اتحاد الكلمة والتعاون فيما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الطريق الذي يحقق النجاح والإنجاز وأن أراء النواب ومواقفهم عون للحكومة ولا يمكن الاستغداء عنها والحكومة من جانبها لم ولن تتأخر في دعم العمل النيابي ومساندته ودفعه نحو مزيد من العمل والنجاح وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضابية صباح اليوم عددا من أعضاء مجلس النواب حيث تطرق سموه معهم إلى عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطنين وخلال اللقاء أكد سموه أن التواصل بين أبناء البحرين هي قيم متعصلة في مجتمع البحرين ولا يستطيع أحد أن يؤثر في ترابطنا وتماسكنا مهما كانت الظروف وقال سموه إن كافة الأمور التي تهم المواطنين في الاقتصاد والسياسة تحتاج إلى مزيد من التنسيق والتعاون للحفاظ على المنجزات الوطنية وتعظيم مكتسبات المواطنين فالاقتصاد بدون سياسة ولا سياسة بدون اقتصاد ولكن هناك أولويات تتقدم على الأخرى لما فيه صالح الوطن وشعبه وأضف سموه أننا سنبدل كحكومة جهدا متواصلا وعزيمة لا تنقطع من أجل تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله في كل ما يسهم في تحقيق المزيد من الرفاه لحاضر ومستقبل أبناء البحرين والأجيال القادمة وأشاد صاحب السمو الملكي بأعضاء مجلس النواب وما يلونه من حرص دائم على التعاون مع الحكومة في كل ما يخص شؤون الوطن والمواطنين ودعا سموه النواب إلى أن يكونوا يدا واحدة وتوجها واحدا في كل ما يخدم مصلحة البحرين مؤكدا سموه لهم أنهم سيجدون كل الدعم والمساندة من جانب الحكومة ونوه سموه إلى أنه حريص شخصيا على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية وأن جميع توجيهات للوزراء والأجهزة الحكومية تشدد على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك مع أعضاء السلطة التشريعية وكذا سموه أن الوصول إلى ما نرجوه من مستقبل أفضل للمجتمع وازدهاره يحتاج إلى أن يكون التعاون والتفاهم بين السلطات في أعلى درجاته وأن الحكومة في سبيل ذلك تحرص على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية في كل ما يخدم مصلحة مملكة البحرين وشعبها وشدد سموه على دعم الحكومة لكل التوجهات التي تصب في صالح تطوير المسيرة التنموية والحفاظ على ديمومتها بما يعزز من المكتسبات التي تحققت في مختلف المجالات معربا سموه عن تقديره للدور الذي ينهض به أعضاء السلطة التشريعية في ترسيخ مسيرة العمل الوطني وتحقيق تطلعات المواطنين والصالح العام عبر ممارستهم لصلاحياتهم الدستورية وسعيهم الحثيث للتعبير عن تطلعات الإرادة الشعبية وشار سموه إلى أن البحرين مرت بالعديد من الأحداث التي أكسبتها القوة والصلابة في التعامل مع مختلف التحدية وقال سموه من لم يتعلم من دروس الماضي لا يمكنه أن يأمن على حاضره ومستقبله من جانبهم أعرب النواب عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حرص سموه الدائم على الالتقاء بهم من أجل تعزيز مسيرة العمل الوطني وكدنا أن نهج سموه في إدارة العمل الحكومي القائم على التواصل مع النواب أسهم في تطوير التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين وجعلها تكتسب طابعا خاصا في التفاهم الإيجابي بين السلطتين وهو الأمر الذي يعود بالخير على الوطن وشعبه وأشاد بما يليه سموه من اهتمام عبر توجيهاته المستمرة للوزرات والأجهزة الحكومية المختلفة بأن يكون التعاون هو الأساس في العلاقة مع السلطة التشريعية مؤكدنا أن ذلك ساعدا في حلحلة العديد من الملفات التي تهم الوطن والمواطنين منوهين إلى حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون مع الحكومة في جميع الملفات والعمل سويا من أجل نهضة البحرين وازدهارها وعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لسموه على زيارته الكريمة إلى سماحة السيد عبدالله الغريفي وكل ما يقوم به سموه من جهود لصالح الوطن وشعبه مؤكدنا أن هذه الزيارة كان لها الأثر الطيب في نفوس الجميع وقالوا أن سموه هو المظلة الجامعة لأبناء الوطن وأنهم يتشرفون دائما بلقاء سموه والاستماع إليه والاستفادة مما يحظى به سموه من خبرة وتجربة أسهمت ولا تزال في الارتقاء بالوطن في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر